السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وحضراتكم طيبين وانتوا بخير وصحاب سعدا طبعا جماعة احنا بدأين ان شاء الله السنة ديات بداية كويسة وان شاء الله بنحاول ان احنا كده نكبر الموضوع بتاعنا او المشروع بتاعنا وبنحاول ان احنا نعمل اماكن او نجهز اماكن سواء للفراخ او السمان او الكلام ده كله وبما ان الاسعار كده كده اليومين دول عالية جدا فانا مش ناول انا ادخل اي حاجة ربيها سواء للسمان او الفراخ فاحنا قلنا نبدأ كده نجهز المكان ونشوف الاماكن اللي عندنا نقدر نعمل باقي اه زي ما احنا شايفين كده يا جماعة ديات الاوضة اللي احنا بنحضن فيها اه بدأت طبعا انا افضل السنة دي ديت علشان نبدأ نطهرها ونزبطها اه دي الفترة ده دخلت المكان اللي احنا بنرب فيه طبعا احنا عملنا السنة دي اه جهزناها فاضل بس ان احنا نطهرها عشان كما اطرحها في رغبيضة وفرغ بلدي وهنا الفقاسة رجعناها مكانها تاني ده المكان اللي احنا كنا نحطينه في في الاول وحاولنا ان احنا نزبط السنة دي وهنحاول برضو ان احنا اه نطهر التسع سنة دي اللي قدامنا دول علشان او المسعر بتاع السمان او الفراخ البلدي او البيضة تنزل ان شاء الله نبدأ ندورة جديدة على خير بإذن الله في التربية ونجرب عليهم كم تبروبة كده اه اللي قدامنا دي طبعا بطاريات انا سنة دي برضو بعس ما عملتهاش ان شاء الله برضو هنشغلهم الهيام دي بنحاول ان احنا اه نجدد كل فترة او بنزود امكانيات بحيث ان احنا لو عايزين ندخل اعداد اكتر من كده اه فما فيش مشكلة اه طبعا هنا جبنا البطارية الشبك وطبعا كنا بنزلين فيديو قبل كده ازاي بنعملها وقلنا طبعا هي اه شغلها نظيف جدا افضل من التربية على الارض او في السنة دي لان الفرخ نفسه ما بيجولوش ما بيقولش السبلة بتاعته او ما فيش حاجة تحتيه اه يعد نقر فيها فبالتالي بيبقى معدل التحويل والتربية افضل بكتير من التربية على الارض يعني احنا بنحضن في السنة دي لحد مثلا عمر 15 يوم للفراخ البلدي او 10 ايام بالنسبة للفراخ البيضة فانا جربتها الدورة ديت ومفروض ان احنا ننقلهم في مكان يكون مجهز تاني شبك بس على عمر سبعة ايام بكتير اول لان او من عمر يوم ينفع ان احنا نستقبل الفراخ البيضة على بطاريات شبك بس يكون فيها حرارة طبعا احنا هنا نقلنا الفراخ البلدي اللي عندنا عندنا تمن فراخ بالصلاة على النبي وعندنا شوية سمان حلوين كده يا جماعة زي ما احنا شايفين طبعا يا جماعة البطارية الشبك ديت معمولة بشوية خشب برضو خشب ضعيف معمولة بامكانيات بسيطة مش مكلفة كتير ما بتاخدش مجهود برضو وممكن بس ما تكونش يعني لحد ما معمولة كويس بس زي دايما كانيات اللي معموجودة عندنا بواقي خشب بنحاول ان احنا نعمل باي مصلحة يعني طبعا يا جماعة عندي خشب كتير جدا مهروش اي لازمة بواقي برضو زي كده هنحاول ان احنا نستغل لها بدل ما هو خشب مهروش اي لازمة ان احنا هنطلع منه بفكرة سندي فكرة مسلا نستغله في الشبك هنستغله برضو في القضى اللي احنا هنوريها لحضراتكم دلوقتي اللي احنا ان شاء الله نوين نعمل فيها برضو اه جزء للتربية من بعد عشرة ايام او خمستاشر يوم بس ما كان يكون برضو مجهز بالحرارة هو هينعمل لسه ما عملناه الشبك بس هنعمله اه ارضية عادي جدا خشب او اه ارضية اسمند والكلام ده هنشوفه دلوقتي طبعا لو انت اول مرة بتتفرج علينا اتمنى انت تشترك في القناة وتفعل زر الجردة عشان يصلك كل جديد ان شاء الله وارجو ان انت تقول لي رأيك في الفيديو وطبعا علش لو التصوير مش واضح اللي اضاءة بس في المكان لست مجهزنه طبعا جماعكم ننزلين فيديو قبل كده اقولنا ان احنا المكان ده هنجهزه وهنعمل فيه نزام تحضين واحنا فعلا خدنا في خطوة بس احنا للأسف كنا اكسلنا كده فترة فبدئين ان شاء الله من السنة دي ان احنا نزبط الكلام تاني والمكان ده اللي انا مأكد على تصويره اكتر من مرة ان انا ان شاء الله هطلعه بطريقة جميلة جدا وهعمل فيه نزام حلو واعدادها تبقى كبيرة جدا ان شاء الله اكتر من اللي في السنة دي بكتير الكلام ده كله يا جماعة هنشوفه في اليومين اللي جايين دول بنحاول ان احنا نشتغل القد ما نقدر الله ايه وبنحاول ان احنا نلم الكراكيب والطوب اللي مالوش اي لازمة والخشب اللي ما فيش منه اي استفادة بنحاول ان احنا نحولها الحاجة ممكن تنفعنا ونستخدمها في الايام اللي جاي وبما ان ان انا غاوي تربية الفراخ والسمان والكلام ده فانا بحاول ان انا استغل الامكانيات المتاحة عندي واطلع بها بحاجة زي السنة دي اللي احنا عملناها برضه عملناها من بواق خشب البطاريات الشبك برضه عملناها من بواق خشب اه هنا برضه هتبقى نفس فكرة السنة دي بس كل المربع اللي قدامنا ده هيبقى دور واحد يعني المربع اللي قدامنا في وشنا ده هيبقى دور واحد ومفتوح على بعض ونحط في مثلا دور الواحد ممكن ياخد اه ميتين فرخ سمان لحد عمر شهر اه ميت جز سمان لحد عمر شهر او خمسة وتلاتين يوم المكان كبير اه اه اي نعم العرض بتاعه ستين سنتي او سبعين سنتي بالكتير اوي بس انا قلت نجرب الفكرة ديت ولو الموضوع تمام ان شاء الله هنعمله على اكبر من كده بس احنا بس نكمل الفكرة اللي قدامنا ديت ونشوف الشكل بتاعها في الاخر يبقى عامل ازاي فبازن الله احنا ان شاء الله هنقلنا الفراخ البيضة في مكان تاني في نفس الاوضة بس ورا شوية علشان نفضي المكان ده وهنا احنا نقللين الفراخ البيضة اللي موجودين عندنا جماعة بسم الله ما شاء الله اللي هم بارك اي نعم هم المكان مش مجهز والاضاءة برضو مش مزبطة لهم بس احنا بنحاول بس نفضي المكان علشان نستغل الحاجات اللي قدامنا دي كلها كل ده طبعا يا جماعة طب ملش اي لازمة شوية سرامك ملهمش لازمة برضو انساس واربع حاجات بسيطة جدا بس احنا هنطلع منها بفكرة ان شاء الله جميلة الايام اللي جاية هنشوف المكان اللي احنا بنجهزه ده هيبقى عامل ازاي لما نخلص اول دور بس حتى والمكان بتاع الفراخ ده هننشوف ان شاء الله هنتفض منهم لما نباحهم بازن الله في اليومين اللي جايين وبعد كده اه نزبط اماكن للفراخ البيضة بطريقة معينة غير اللي احنا بنعمله خالص يعني احنا هنحط الكل نوع نظام معين هنحط هنعمل مكان معين للسمان او للفراخ البلدي او للفراخ الجميزي وهنعمل مكان برضو معين للفراخ البيضة بحيس ان احنا نزي ما احنا شغالين ادخل تلات اصناف اه في وقت واحد من غير ما يحصل ضرر على اي حد اتمنى ان الفيديو اعجب حضراتكم وكل سنة وحضراتكم طيبين وتمخرب صحة وصعدة شكرا اشتركوا في القناة